وصف قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زيارته إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن يسى الخليفة ملك البلاد المعظم برحلة لقاء حيث جعلته يتعرف أكثر على دولة ذات ثقافة منفتحة وتحدث قداسة بابا الفاتيكان في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين بنا عن انطباعاته حول زيارته التاريخية التي استمرت أربعة أيام أجرى خلالها لقاءات مع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذة دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين من الشرق والغرب وفي حديثه على متن الطائرة في طريق عودته من مملكة البحرين قال قداسته لقد كانت رحلة لقاء بحضارة منفتحة على الجميع في بلدكم في بلدكم هناك مكان للجميع وانفتاح تام في الجانب الديني لقد أدهشني العدد الهائل من المسيحيين الذين يعملون ويعيشون في هذا البلد هذا وقد شارك قداسته البابا في الجلسة الختامية لملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي أقيم برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم والذي جمع أكثر من مائتي باحث ديني بارز من الشرق والغرب في مملكة البحرين كما حضر قداسته اجتماع مجلس حكماء المسلمين الذي عقد برئاسة استثنائية مشتركة بين قداست بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وأضاف أنه سره أن يرى أن وزير خارجية الفاتيكان والإمام الأكبر للأزهر غادر في طائرة واحدة من البحرين إلى مصر في مشهد أخوي مؤثر كما أكد قداسته البابا على أهمية الحوار والعمل معا لإذابة الاختلافات قائلا من وجهة النظر الإسلامية لقد استمعت بجل انتباهي للنقاط الثلاث التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر والتي أكد عليها بل كنت مندهشا بما قاله عن الحوار بين مذاهب الإسلام والحوار في الإسلام ليس لإلغاء الفروقات بل إلى فهم الطرف الآخر وإلى العمل معا لا ضد بعضنا البعض وقال قداسته إن وجود مجلس الكنائس قد أسهم في تحقيق تقارب وحوار مسيحي مسيحي والعمل معا مشيرا إلى أن الحوار والنقاش بين المختصين يجب أن يتوازى مع عمل الجميع جنبا إلى جنب كمؤمنين وكأصدقاء وكأخوة وأخوات وشدد قداسته في تصريحه لوكلة أنباء البحرين على أهمية التمسك بالهوية للدخول في حوار جدي سواء أكان حوارا بين الأديان أو الحوار المسيحي وكان البابا فرانسيس خلال زيارته التاريخية لمملكة البحرين قد قام بالعديد من الفعاليات العامة والتي شملت صلاة من أجل السلام في كاتدرائية سيدة العرب وقداسا في استاد البحرين الوطني ولقاءا مع الطلبة في مدرسة القلب المقدس ولقاءا مع رجال الدين المسيحيين في كنيسة القلب المقدس التي تعتبر أقدم كنيسة كاثوليكية في البحرين والخليج العربية كيف تقيمون نتائج زيارتكم التاريخية لمملكة البحرين والجهود التي تبذلها البحرين لترسيق وتعزيز الحياة المجتمعية في جميع مجالات المجتمع لقد كانت رحلة لقاء رحلة لقاء بحضارة منفتحة للجميع في البحرين هناك مكان للجميع انفتاح تام بالإضافة إلى الانفتاح في الجانب الديني لقد أدهشني العدد الهائل من المسيحيين الذين يعملون ويعيشون في البلد لقد أثار إعجاب ما قيل في لقاء مجلس حكماء المسلمين فقد هدفت الأفكار التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتعزيز الوحدة الإسلامية واحترام الاختلافات وشمل طرحه الوحدة مع المسيحيين والأديان الأخرى هناك أمور يجب علينا جميعا أن نتعامل معها سواء كنا مسيحيين أم مسلمين وأبهرني ما تم طرحه في مجلس حكماء المسلمين عن الخليقة والحفاظ عليها وهذا أمر يهتم به الجميع المسلمون والمسيحيون وجميع الديانات يسافر الآن وزير خارجية الفاتيكان والإمام الأكبر للأزهر في طائرة واحدة من البحرين إلى مصر كأخوة إن هذا لشيء مؤثر نريد مؤثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر